ثلاثة صواريخ كاتيوشا أحدثت هزة في العمق السياسي والأمن من جديد لم يكن هذا الأسبوع إلى مسلسلة لتكرار هجمات الصواريخ التي هدأت منذ شهرين الحسابات والمواقف ذاتها لأوساط السياسة أحدثت ردود فعل داخلية ضد الهجمات توحدت في معظمها على دعوة الحكومة لعدم الوقوف مكتوفة الأيدي كما جاء في تغريدة زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر مسادر سياسية في بغداد قالت إن لقاءات عقدت بين عدد من مسؤولين وقادة فصائل مسلحة تنصلت من مسؤوليتها عن الهجوم زعيم تحالف الفتح هادي العامري وصف الهجوم بغير المبرر تحت أي ذريعة بإدانة واضحة لقصف البعثات الدبلوماسية رأي مختلف للسياسية المستقل عزة الشابندر عبر تغريدة له يستبعد وجود دعم إيراني لتوجيه صواريخ كاتيوشا إلى المنطقة الخضراء لكنه تعزيز للسان الحكومة بموقف رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم الذي استنكر الاستهداف الساروخي بينما حذر من العواقب الوخمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية ما يرشح على السطح مجددا تعريض سمعة العراق وهيبة الدولة بأحداث شرخ في الثقة بين المجتمع الدولي وبغداد رئيس اتلاف الوطنية أياد علاوي عزز هذا التفسير قائلا في تغريدته أن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية بالعراق سيؤدي لنتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع إجماع النرسمي على خطر المشهد الأمني دين رئيس حكومة إقليم كردستان مصرور البارزاني من ضمنه الهجوم على السفرة الأمريكية ردود فعل داخلية تصل إلى خلاصة واحدة تكشف خطر التوقيت الذي تعود فيه هجمات سواريخ والضرب بخاسرة الدولة التي ترسم طريقها إلى السيادة وبناء سياسي يقطع رؤوس العبث والتأزيم